بداية أعلن مجمع سونة الجاز عن وضع نظام جديد لتسيير المنظومة الكهربائية سيدخل حيز الاستغلال بحلول صيف 2021 إذن هذا الإعلان عن هذه النظام خلال زيارة عمل قادة كل من وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الاتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين الشيطور لمؤسسة تسيير المنظومة الكهربائية حيث أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار حسب ما نقلته وكالة الأنبال الجزائرية أن الجزائر بلغت نسبة أو نسبة من استهلاك وتوزيع الكهرباء جعلت من المنظومة الحالية غير كافية مما يستطيع تجديدها خاصة وأن القطاع يتوجه بالشركة مع قطاع التحول الطاقوي إلى استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وحسب رئيس المدير العام لشركة تسيير المنظومة الكهربائية عميوت عزيز فإن هذا النظام الجديد سيسمح بإدراج معطيات دقيقة واستعمال جيل جديد من التكنولوجيات المتقدمة حسب وكالة الأنبال الجزائرية ترجمة نانسي قنقر